تصادف هذه الأيام الذكرى السادسة لتتشيني مزاري طوبوية ماري ألفونسين المقامي في كنيسة انتقال السيد العدراء للاتين في الصلط حيث خدمت ألفونسين في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطريقية اللاتينية لمدة سنتين وكان أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتتشيني المزاري عام 2016 بحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته الأم ألفونسين من خدمة للمدينة وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بإعادة ترميم هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة